طيب يلا بقى نروح مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورا مع زميلة العزيزة مرسلتنا مريم ساميح اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية وكمان هيكون معها لقاء مع الأستاذ أيمن جلبرت وهو مدير نشر بموقع يلا كورا مريم صباحك فقول عليك وصبحين على رضيكك العزيز وتفضلي سمعينك بصبح عليك يا كريم بصبح عليك يا نهواندو بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة النهاردة طبعا الاتنين علشان يكون معنا أبرز العنوين الصحفية الصادرة صباح اليوم وطبعا هيكون معنا لقاء لتحليل كل هذه العنوين مع الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر بموقع يلا كورا ولكن قبل كل ده خلينا نفكر مشاهدينا بمباريات اليوم في الدوري المصري البنك الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساء وفي الدوري الإنجليزي وولفر هامتون ووليفر بول في تمام الساعة العشرة مساء وفي الدوري الإسباني برشونا وقواسكا في تمام الساعة العشرة مساء أبرز العنوين اللي هتكون معنا النهاردة من صحيفة الشروق موسيماني يدرس مواجهة فيتا بتشكيل مباراة الإسماعيلي عودة أيمن أشرف الاستثناء الوحيد الفريق يخود ميرانو الثاني على ملعب الشهداء ومن موقع يلا كورا مدير فيتا الأهلي نمر أفريقي نلعب أفضل خارج أردنا وتدربنا بالإيجار ومن موقع يلا كورا أيضا من ينافس مصر الاتحاد الدولي لليد يعلن تصنيف قرية أولمبياد توكيو ومن روسيا اليوم رونالدو يعلن تحطيم رقم الأسطورة البرازيلية كأفضل هدف في تاريخ كورة القدم وأخيرا من جريدة الشروق الليلة ليفربول يسعى لوقف نزيف النقاط في مواجهة وولفر هامتن بالبرامير ليج طبعا هيكون معنا لكل تحليل هذه العنوين النقد الرياضي ومدير النشر موقع يلا كورا الأستاذ أيمن جلبرتو أيمن في البداية طبعا بصبح عليك نورنا على شاشة قناة النادي الأهلي معنا عنوين كتيرة جدا ولكن دايما بدايتنا بيكون مع النادي الأهلي مباراة غد هي مباراة هم طبعا أمام فيتا كلاب عايزة أعرف منك ليه شايف أن موسيماني المدير الفني ممكن يكون اختار أنه هو يخود هذه المباراة بتشكيل مباراة الإسماعيلي عودة أيمن أشرف كمان كمان عايزين نتكلم من الناس كلها بتتكلم عن الطقس والملعب وظروف اللعب عمتا في مباراة غد أهلا بيكي طبعا وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي وكريم ونهواند طبعا مباراة الأهلي وفيتا كلاب هي مباراة هامة جدا نقدر نولهاية مصرية الفوز بيها يحدد يعني ملامح كتير للمجموعة ويسهل على النادي الأهلي طريقة استعداده للجولات اللي بعد كده في المجموعة طبعا فكرة أن موسيماني يعني بيدرس أنه هو يلعب بنفس الطريقة اللي لعب بها أمام الإسماعيلي خصوان الشوت الثاني أمر وارد بسبب طبعا كلنا عارفين أرض الملعب هناك عاملة إزاي صعبة شوية فبيبقى دايما الأفضل أن إزاي تم استغلال الكوار الطويلة والكوار العرضية عشان خاطر تخترقي دفاعات نادي فيتا كلاب أيمن أشرف طبعا عودته حاجة مهمة جدا يعني زي منقول كدعم للقايمة لأن طبعا في مشكلة في مركز المدافع الأيسر بعد إصابة علي معلول وكمان إصابة محمود وحيد فبالتأكيد وجود أيمن أشرف قوة في الناحية الشمال أخيرا يعني لو بنتكلم عن الملعب والطقس مش عايزين طبعا دي تبقى حجة نادي الأهلي لعبت ومفروض عندها خبرات متمرسين أن هم يلعبوا في الأجواء دي وفي الطقس ده وفي الملعب زي دي والفرق الكبيرة دايما لازاي تقدر تتغلب على الظروف الصعبة ده حاجة موجودة لازم نتعامل معها وأعتقد أن الفرق أخدت خبرات من مباراة سيمبة التنزاني في موضوع التقس والرطوبة نتمنى إن شاء الله أن هم يعني يستغل الأمور دي لصلاحهم ما تبقاش ضدهم يعني مداري فيتا كلاب يمكن على الرغم أنه هو قال أن الأهلي نمرأ أفريقي ولكن كان لي بعض التصريحات المثيرة للجدل عايز أتكلم أكتر يعني معاك فيها ورأيك كمان عن هذه التصريحات يعني ممكن نقول للعبت الأهلي أن دي الرسالة ليكم طبعا يعني ما كانش فيه توفيق في مباراة فيتا كلاب هي الجولة التالتة تعديلنا اتنين اتنين والأهلي أهضر العديد من الفرص نتخيل كده لو الأهلي ما كانش أهضر كل الفرص دي مدرم ما كانش يقدر يطلع بالتصريحات دي أنه هو النهاردة بيحاول أنه هو يقول أن الأهلي صعب ومأمورية عليهم بطرق خارج الملعب أنهما أن الأهلي أصر أنه يلعب بالليل ده المواعيد الطبعية اللي المباراة بتلعب فيه حتى فيتا كلاب نفسه لعب أول مباراة مع سيمبا التنزاني ما لعبهاش أعتقد الظهر يعني في ملعبه وهم كانوا معسكرين هنا لفترة طويلة ما كانش فيه أي مدايقات فالنهاردة أنه هو بيلعب على الحتة النفسية بتاعت التقس والجو الرطوبة لأنه طبعا شاف الأهلي للأسف لما خسر من سيمبا التنزاني وكان برضو الأجواء صعبة فهو بيحاول يلعب على النقطة دي نفسيا أنه هو يضغط على لعب تندي الأهلي ويبقى حافز لها إيجابي أنه الرد دايما يكون في الملعب هو بيتكلم أن هم بيلعبوا بره ملعبهم أفضل ده أكيد لأن كل الأجواء وكل الظروف لما هم بيلعبوا خارج ملعبهم في الكنغو بتبقى لصالحهم لأن هم يعني بيلعبوا في ملعب أفضل في جو أفضل بيقدروا يعسكروا عكس ما هو حتى قال إن هو بيتدربوا في الكنغو على ملعب هم أجارينه فلما بوقت الإيجار بيخلص بيخرجوا بره الملعب ما بيقدروا حتى يكملوا التدريبات بتاعتهم فأنا أتمنى أن العابة النادي الأهلي والمدير الفني يستغلوا التصرحات دي بشكل إيجابي إن شاء الله الأهلي يقدر يحسن بي المباراة عنوان مهم برضو من موقع يلا كورة كان بيتكلم عن من ينافس مصري ممكن بنتكلم عن أولمبياد توكيو الأداء المشرف والبطولي اللي شفنا فيه طبعا يعني منتخب مصر فيه كأس العالم لليد ممكن نوصل لفين في أولمبياد توكيو تحدي جديد ومنافسة جديدة طبعا المنتخب مصر كورة اليد عمل بطولة جيدة جدا اللي هيك هتكسل عام الأخيرة اللي كانت في مصر المرة دي فيه منافسة مختلفة أولمبياد توكيو بعد تأجيلها أعتقد كات فرصة كمان زيادة هن منتخب مصر يحط نفسه بشكل قوي ما بين عمالقة كورة اليد في العالم الناس كلها شافت منتخب مصر في كاس العالم كله هيعمل لها حساب ويبقى فيه طبعا خوف ورهبة كبيرة يمكن البعض كانت أداول أن المجموعات اتحسمت يعني لكن لا لسه القرعة لم تحدد من الأساس فقط للتحاد الدولي عمل تصنيف المصر في التصنيف الخامس مع المنتخب الأسباني الأولمبياد بتبقى مجموعتين وبعد كده بيتأهل من كل مجموعة أربع منتخبات للربع النهائي إن شاء الله نتمنى أن منتخب مصر يبقى من التمانية الكبار برضو في أولمبياد توكيو وفي الأولمبياد توكيو بقى يكسب مطش من دور التمانية ونخش النفس على مداليا بإذن الله أيمن أنا بشكرك جدا نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة النيذي الأهلي ده طبعا كان حوارنا مع الأستاذ أيمن جلبرتو وأن ناقد رياضي ومدير النشب موقع يلا كورا يمكن كان تحليل وافي لكل العنوين اللي كانت معنا النهاردة يمكن مقدرناش نستكمل بقية العنوين ولكن دايما للحديث بقية في الجولات الصحفية المقبلة بشكركم جدا العودة لستوديو مرأو نحن نشكر جزيل الشكر الزميل العزيزة مريم سميح ونشكر أكيد أستاذ أيمن جلبرتو ضيفك العزيز وكل الشكر للزميل مينا مهر بنشكركم